الآن نتابع الفيلم الوثائقي حلم يتحقق حلم كان طويل قوي لمصر أن يبقى لها برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية حلم يتحقق بخطوات ثابتة وجهود حثيثة نابعة من إرادة سياسية حقيقية نمضي لتحقيق حلم المصريين بإنجاز الحلم النووي المصري للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية الحلم الذي ظل يراود المصريين لعقود عديدة الآن أصبح حقيقة وواقع نعيشه بعون الله انطلقت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتحقيق الحلم على أرض الواقع فكما كان في الماضي بنات الأهرام الآن بنات المشروع النووي تعد مصر دولة ذات تاريخ في مجالات التكنولوجيا النووية حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية والإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة التي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر وفي هذا الإطار أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 ثم تطورت لتصبح مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957 وكانت مصر من أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 وفي وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وكانت من الدول المشاركة في إعداد العديد من الاتفاقيات النووية الدولية التي تصب جميعها في صالح الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبدأت مصر حلمها بامتلاك الطاقة النووية من خلال تنفيذ أولى مشروعات البرنامج النووي المصري بإنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي الأول في إنشاص عام 1961 وقد شهد عام 1976 الانطلاق الأولى نحو توليد الكهرباء من الطاقة النووية بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي حملت على عاتقها تحقيق الحلم النووي من خلال مسؤوليتها عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية في مصر وبعد دراسات مكثفة قامت بها الهيئة لإقامة مشروع أول محطة نووية مصرية صدر القرار الجمهوري رقم 309 لعام 1981 بتخصيص موقع الضبع لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر حلم يتحقق على أرض الواقع وتتويجاً لعراقة الدولة المصرية في المجال النووي كانت الانطلاقة الثانية توقيع الاتفاقية الحكومية IGA بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية في التاسع عشر من نوفمبر عام 2015 برعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية على إنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية والتي حددت الملامح الرئيسية للمشروع وفتحت باب الانطلاق بخطة ثابتة نحو التنفيذ الحقيقي للمشروع وهو ما حدا بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اتخاذ يوم التاسع عشر من نوفمبر بدء تحقيق الحلم عيداً سنوياً لها وللطاقة النووية في مصر هذا البرنامج هو برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحنا ملتزمين التزام قاطع وكامل بتوقعنا على تفقير حظر انتشار الأسلحة النووية ومنذ ذلك الحين انطلقت الهيئة ساعية نحو المسارعة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية من خلال نجاح المفاوض المصري في التوصل إلى أفضل الشروط التعاقدية من خلال الصياغة أربعة عقود متنوعة بما يحقق أعلى المواصفات القياسية وأعلى مستويات الأمان النووي التقدم للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاعتماد العديد من الاستراتيجيات المرتبطة بالمشروع تطوير هيكلها التنظيمي بما يتوافق مع اختصاصات الهيئة إعداد استراتيجية وخطة للموارد البشرية على مسار تنفيذ المشروع رفع كفاءة العاملين بها من خلال التدريب لتأهيل كوادر بشرية مدربة لتشغيل المحطة بخبرات عالمية تضاهي التطور التكنولوجي العالمي في مجال الطاقة النووية تطوير البنية التشريعية وتعديل قانون إنشائها ليتلاءم مع المرحلة القادمة وتأتي تلك الخطوات لإتمام الجاهزية المطلوبة ورفع حالة الاستعداد الوطني من أجل المضي قدما لتحقيق الحلم حيث تم في الحادي عشر من ديسمبر من عام الفين وسبعة عشر تفعيل عقود مشروع محطة الضبع النووية لتشرق شمس المشروع من أرض الكنانة ولتعلن للعالم أجمع بدء تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية مع الالتزام الكامل بسلمية البرنامج النووي المصري وشفافيته المطلقة لكي يكون نموذجاً وطنياً براقاً يطفي مزيداً من الأمل والنور على مسار التنمية والتقدم ويزخر سجل هيئة المحطات النووية بالعديد من الإنجازات حيث تم اختيار مشروع الضبع النووي كثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم عام 2019 بمنتدى ارتوم اكسفو الدولي كما نجحت نجاحاً باهراً في استقبال وتنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم البنية التحتية النووية المصرية حيث قام خبراء الوكالة بمراجعة مدى تطور البنية التحتية النووية المصرية للوقوف على مدى جاهزية الدولة لبناء أول محطة نووية طبقاً لمراحل برامج التنفيذ والإشادة بجاهزية المشروع النووي المصري واستمراراً في النجاح والتألق على المستوى الوطني فقد حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في أكتوبر عام 2021 على جائزة مصر للتميز الحكومي على مستوى الجمهورية فاز في المركز الأول فريق الإشراف على محطة الضبعة النووية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فليتفضل السيدة المهندس محمد رمضان محمد بدوي رئيس الفريق محطة الضبعة النووية تعد محطة الضبعة النووية من أعظم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتشتمل على عدد أربعة وحدات نووية بقدرة 4800 ميجاوات وتطبق أعلى المعايير العالمية للجودة والأمان وهي الأكثر أماناً على مستوى العالم من حيث الآتي التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبع من الجيل الثالث المتطور VVER 1200 وهي التكنولوجيا الأعلى حالياً وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي وجود نظم أمان تعمل تلقائياً تحمل مختلف الظروف الجوية والمناخية عمر المفاعل التشغيلي يصل إلى 60 عاماً يتميز المفاعل بوجود آلية احتواء لقلب المفاعل التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلاً عن ذلك فإن محطة الضبع النووية صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية وهي بذلك تكون واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية ما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة ويدخل كأحد أهم محركات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين كما أنني أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة من مشروع عملاء وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبع ومن خلال الدعم المستمر من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي للأمل في مشروع الضبع النووي وقائد مسيرة التنمية تنضي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قدماً في تحويل الحلم إلى حقيقة لتبدأ الخطوات الفعلية لاستكمال دراسات الموقع وتأهيله لإنشاء المحطة وتستمر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تحقيق أهدافها لبناء المشروع النووي المصري هادفة للاستخدام السلمي للطاقة النووية مؤمنة بحق الأجيال القادمة في مستقبل زاهر مواكبة للتطور التكنولوجي ومحققة لأمال كل المصريين في ظل رؤية مصر عشرين ثلاثين تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستمر الحلم وتتوالى الإنجازات مصر أم الدنيا وحتبقى أد الدنيا حفظ الله مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر افتكروا في يوم من الأيام أن أقول مصر أم الدنيا وحتبقى أد الدنيا حلم يتحقق